لكن طبعاً زي ما حضركم عارفين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي دايماً بيكون يعني بجانب الفرقة المختلفة ودايماً يعني بيكون يعني زي ما بيقولوا شايل هموم الفرقة كلها وبيكون دايماً داعم لهم بشكل كبير والنجاحات دي كلها والبطولات دي كلها لم تكن لتحصل عشان إلا بدعم من مجلس إدارة النادي الاهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب منذ لحظات قدم تهنئة للفريق وجاء فيها كالأتي الكابتن الخطيب يهنئ سيدات سلة الأهلي وجهزهن وجهازهن الفني والإداري والطبي ببطولة الكأس وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التهنئة للعبات الفريق الأول لكرة السلة وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة الكأس وأشهد رئيس النادي بالأداء المتميز للعبات الفريق وإسرارهن على إحراز الفوز والحصول على البطولة المستحقة وإسعاد جماهير النادي الأهلي القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات على مدار التاريخ وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى ثقة الكبيرة في منظومة العمل واستكمال مسيرة الانتصارات في بقية المسابقات خاصة أن الفريق يدوم لعبات على درجة عالية من الكفاءة فضلا على التزامهن الفني والسلوكي واللعب بروح الفنالة الحمراء وشخصية الأهلي لا سيامة في المباريات الصعبة وقال أن هذه البطولة تضاعف كثيرا من مسؤوليات الفريق وجهازه في الفترة القادمة والتي تحتاج إلى المزيد من التركيز والجهد لتحقيق كل الأهداف يمكن كابتن محمود الخطيب قدم التهنئة وقالنا لحضراتكم يعني أكيد الفوز ده يعني فوز مهم وزي ما قلت لحضراتكم هذا الأسبوع تلات بطولات في يومين وكان قابليهم طبعا بطولات الكرة الطائرة وبطولات كرة اليد كأس ودوري وكمان بعد أسبوع أو عشر تيام في بداية مايو السوبر الأفريقي الكرة اليد